اولا مبطلات الوضوء مبطلات الوضوء هي التبول الغائط الريح الخارج من مخرج الغائط النوم الغالب على السمع والبصر بحيث لا تسمع ولا ترى كل ما يزيل العقل من سكر أو جنون أو إغماء إذا قام المؤمن بأحد تلك الأفعال السابقة أو أكثر بعد الوضوء يبطل الوضوء وعليه أن يعيد الوضوء فقط وذلك قبل أن يصلي كل ما يوجب الغسل في هذه الحالة يجب أن يغتسل ثم يتوضأ إلا في حالة غسل الجنابة فإنه يغتسل فقط ثم يصلي الاستحاضة وهي أحد الدماء التي تخرج من المرأة وهي ثلاثة أنواع قليلة ومتوسطة وكثيرة وتختلف فتوى المراجع بالنسبة إلى عدد مرات وجوب الوضوء والغسل قبل الصلاة وذلك بحسب نوع الاستحاضة لذا لا بد لكل مكلفة من الرجوع إلى مقلدها في هذه المسألة كيفية الوضوء قبل البدء بالوضوء يجب التأكد من جفاف مقدم الرأس وظاهر القدم اليمنى وظاهر القدم اليسرى أولا غسل الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن نأخذ غرفة من الماء باليد اليمنى ثم نصبه على الوجه ونمسحه من الأعلى إلى الأسفل ونمسح الأماكن التي لم يصلها الماء مثلا ما بين العينين وأطراف الوجه ثم نغسل كامل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع نأخذ غرفة من الماء باليد اليسرى ثم نصب الماء من فوق المرفق بقليل ونتأكد من مسحها من جميع الاتجاهات ونمسح ما بين الأصابع ثم نغسل كامل اليد اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع نأخذ غرفة من الماء باليد اليمنى ثم نصب الماء من فوق المرفق بقليل ونتأكد من مسحها من جميع الاتجاهات ونمسح ما بين الأصابع ثم نمسح مقدم الرأس بباقي البلل بمقدار إصبع طولاً وثلاث أصابع عرضاً ثم نمسح ظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى من الأصابع إلى مفصل القدم ثم نمسح ظاهر القدم اليسرى باليد اليسرى من الأصابع إلى مفصل القدم وبهذا تكون أنهيت الوضوء